بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلاب سنقوم بإنجاز هذا الفيديو لليحم العنوان الموافقات لبكالوريا 2018 للشعب الأدبية للموضوع الثاني يعني شعبة أدب وفلسفة وأدب ولغات أجنبية قال آوى بعددان طبيعيان غير معدومين حيث آ يساين أربعة بي زائد ماذا؟ زائد ستة قال واحد عين باقي القسمة الإقليدية للعدد آ على أربعة ثاني قال بين أن آوى بي متوافقان بترديد ثلاثة ثم ثالثا قال نضع بي يساين أربعمائة وتسعة وثمانون ألف تحقق أن آي وفق ناق سحب ترديد ثلاثة عشر باقي الاستنتج باقي القسمة الإقليدية للعدد آ قوى 2018 زائد أربعون قوى 2968 على ثلاثة عشر جيم قال عين قيم العدد الطبيعي آن حتى يكون العدد آ قوى إثنان آن زائد آن زائد ثلاثة قابلا للقسمة على ثلاثة عشر إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق بنائف الإجابة على سؤال واحد قلنا قال آوى بعددان طبيعيان غير معدومين حيث آ يساين أربعة بزائد ستة السؤال قال عين باقي القسمة الإقليدية للعدد آ على أربعة إذن نكتب هنا تعيين باقي القسمة من هي القسمة؟ القسمة الإقليدية لمن؟ للعدد ماذا؟ العدد آ لكن على العدد ماذا؟ على العدد أربعة ركزوا هنا أرجوكم أبنائي حتى تفهموا الفكرة جيدا عندنا لدينا ماذا نملك؟ لدينا أن آ يساوينا كم؟ أربعة بزائد ستة يا أبنائي لو نحول هذه المساوات إلى موافقة ماذا يعني؟ نقول يعني لو نراحب جيدا آ يوافق ماذا يوافق؟ يوافق لنا هذه القيمة لهي كم؟ لهي ستة بترديد ماذا؟ بترديد أربعة حتى تفهموا جيدا لأن هذه الموافقة لو نحولها على شكل مساوات نقول آ يساوينا أربعة في بي أو كا أو مأم لا يهم أربعة كا زائد هذه القيمة التي تكون إذن تحويل مساوات إلى موافقة نقول آ يوافق لنا هذا العدد بترديد هذا العدد لهو أربعة لكن هل هذا يمكن أن نقول عليه أنه باقي؟ ليس بباقي لماذا؟ لأنه أكبر من أربعة فما علينا إلا أن نقوم بقسمة ماذا؟ قسمة ستة على أربعة لو نقوم بقسمة ستة تقسيم أربعة سوف نجد ماذا؟ نجد واحد ونصف كيف نجد الباقي؟ نقول ستة ناقص نفتح قوس واحد يعني نأخذ العدد الصحيح هذا واحد في أربعة والتي تسوينا ستة ناقص أربعة كم يسوي؟ يسوينا إثنان إذن ومنه تصبح لنا أ يوافق لنا إثنان بترديد أربعة كم هو الباقي؟ إذن نقول باقي أ على ماذا؟ على أربعة كم هو يا أبنائي؟ هو إثنان أرجو قد فهمتم إذن لتحويل مساوات إلى موافقة لاحظوا كيف نكتب مثلا تخيلوا كان هكذا أ يسوي لنا اسمعوا جيدا حتى نفهم الفكرة ماذا يمكن أن نقول مثلا يسوينا ثمانية كا زائد ثلاثة هذه كيف نكتبها؟ صبح لنا أ يوافق لنا ثلاثة بترديد ثمانية حتى تفهموا الفكرة جيدا هنا كذلك هذه المساوات حولناها إلى موافقة لكن الستة مستحيل أن يكون باقي بالنسبة إلى الأربعة قمت بقسمتي بالآل حسبة فوجدت الباقي كم هو إثنان فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال بيّن أن آ وبي متوافقان بترديد ثلاثة إذن نكتب هنا البرهان أن آ وبي متوافقان بماذا؟ بترديد كم؟ العدد ثلاثة إذن تقول القاعدة نقول على عددان أنهم متوافقان إذن نقول نقول على أن آ وبي متوافقان بماذا؟ بترديد ثلاثة إذا كان ماذا؟ إذا كان آ ناقص بي يوافق لنا صفر بترديد ثلاثة إذن قلت نقول على عددان أنهم متوافقان بالنسبة إلى الثلاثة أو أي عدد مهم متوافقان بترديد معين إذا كان الفرق بينهما يوافق لنا صفر بترديد ثلاثة تعالوا الآن ننطلق نقول هكذا آ ناقص بي يساوي الآ ها هي قيمته انظروا هي أربعة بي زائد ستة قد أعطيت لنا في نستمرين يعني نعوذ بها هنا فاصبح لنا أربعة بي زائد ستة ناقص بي يساوي إذن انظروا أربعة بي ناقص بي صبح لنا كم؟ ثلاثة بي ثم زائد ستة تعالوا الآن نثبت على أن هذا العدد باقيه على الثلاثة هو صفر لأن قلنا آ ناقص بي يجب أن نجد باقيها كم؟ صفر تعالوا ننطلق عندنا أولا ثلاثة بي كم يوافق لنا بترديد ثلاثة اسمعوا هناك تتفهموا كل عدد مضروب في ثلاثة باقيه على ثلاثة هو صفر احفظوا هذه كل عدد مضروب في ثلاثة يعني ثلاثة بهذا مهما كان فباقيه على الثلاثة هو كم؟ هو صفر مثلا نعطيكم مثال مثلا ثلاثة في تسعة ثلاثة في تسعة دون أن تحسبوها باقيها صفر بترديد ثلاثة لأن كل عدد مضروب في ثلاثة فإنه يقبل القسمة على الثلاثة هذا الأمر الأول وعندنا كذلك ستة لو نأتي إليها ونقوم بقسمتها على ثلاثة ستة تقسيم ثلاثة ناتجة اثنان والباقي لا يوجد يعني لا يوجد أعداد وراء الفاصيلة معناه لا يوجد أعداد وراء الفاصيلة معناه الباقي كم؟ الباقي صفر تعالوا الآن نجمع طرف لطرف لو نجمع هذا مع هذا صبح لنا ثلاثة بي زائد ستة توافق لنا سفر زائد سفر وهو سفر بترديد ثلاثة هل وجدنا مثل ما قلت لكم؟ انظروا بأمعينكم ومنه ماذا؟ ومنه آ ناقص بي وجدناه يوافق لنا سفر بترديد ثلاثة يقول أحدكم لماذا؟ ها هو آ ناقص بي يساوينا ثلاثة بزائد ستة ثلاثة بزائد ستة كم توافق؟ توافق لنا السفر إذن هل وصلنا على أنه يجب أن يكون الفرق باقيه يساوي السفر؟ نعم إذن مباشرة نقول ومنه آ وبي متوافقان بترديد العدد كم؟ العدد ثلاثة نقول على عددان متوافقا بالنسبة إلى الثلاثة أو أي عدد إذا كان الفرق بينهما الناتج الذي نتحصل عليه يكون يوافق لنا السفر بترديد هذا الترديد وهو كم؟ بي الثلاثة وفوصلنا إلى السفر ومنه إنهما متوافقان فقط أبناء بعدما أنهينا مع هذا السؤال سوف نتطرق الآن إلى الثالثة قال نضع بي يساوينا أربعمائة وتسعة وثمانون الآن السؤال قال تحقق أن آ يوافق ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر إذن نكتب هنا أتحقق عفوا إذن أتحقق أن آ ماذا؟ أن آ يوافق ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر أولا عندنا آ ماذا يساوي؟ يساوينا أربعة في البي أنظروا كم عطيت لنا ها هي البي معناها البي سوف نعوضها في هذا الموضع سبحنا ماذا؟ أربعمائة وتسعة وثمانون زائد ستة لما نقوم بحساب هذه تعطينا ألف وتسعمائة واثنان وستون إذن قلنا نجد هذا ثم نأتي الآن لنقوم بقسمة ألف وتسعمائة واثنان وستون في المسودة تقسيم ثلاثة عشر سوف تعطي لنا مئة وخمسون فاصل ثم هنا اثنان وتسعون وأعداد كذلك كيف نجد الباقي نقول ألف وتسعمائة واثنان وستون ناقص نفتح قوس انظروا العدد الصحيح كم هو هو مئة وخمسون في ثلاثة عشر سوف نجد بعد إجراء هذه العملية نجد إثنى عشر فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا آ يوافق لنا كم؟ إثنى عشر بترديد ثلاثة عشر لماذا لأن لما قمنا بقسمة ألف وتسعمائة أو أثنان وستون على ثلاثة عشر وجدناها كم؟ إثنى عشر ثم الآن انظروا إلى هذا العدد وهذا العدد هذا وهذا عدد مترادف يعني إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر تقول القاعدة ما علن إلا إنقص الترديد فقط لما ننقص الترديد لا يحدث شيء لما نسميه الموافقة ماذا لو كمثالي ننقص الصفر فقط لماذا؟ لأن ناقص ثلاثة عشر يوافق لنا صفر بالترديد ثلاثة عشر يعني كأنما لم نفعل شيء لما ننقص الترديد لا يحدث شيء سبحانا آ يوافق لنا كم؟ إثنى عشر ناقص ثلاثة عشر كم تعطي؟ تعطينا ناقص واحد بالترديد ثلاثة عشر وهو الجواب نقول ومن هو؟ ها هو الجواب أمامكم فقط أبنائي قدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى سؤال استنتاجي قال استنتاج باقي القسمة الإقليدية للعدد A قوة 2018 زائد أربعون قوة 2968 على ثلاثة عشر إذن نكتب هنا استنتاج باقي القسمة الإقليدية لمن؟ للعدد من هو العدد؟ الذي هو A قوة 2018 زائد أربعون قوة 2968 على ثلاثة عشر والسؤال جاء بصيغة استنتاج معناها الأمر جد بسيط أولا عندنا A كم يوافق؟ الآ يجب علينا أن نستغل هذا السؤال دائما إذا جاء بصيغة استنتاج نستغل السؤال الذي قبله تحقق إذن عندنا هذا إذن A يوافق لنا ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر عنده قوة كم؟ عنده قوة 2018 صبحنا A قوة 2018 توافق لنا ناقص واحد لكن لا تنسوا الأقواس قوة 2018 بترديد ثلاثة عشر اسمعوا جيدا هذه القوة كيف هي؟ قوة زوجية تقول القاعدة اسمعوا إذا كان عندنا ناقص واحد قوة عدد زوجي فتعطيكم واحد أما ناقص واحد قوة عدد فرضي تعطي لكم ناقص واحد احفظوا هذه إذن ناقص واحد قوة عدد زوجي كيف أعرف أنه عدد زوجي؟ العدد زوجي هو الذي يكون أحده إما صفر أو اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية لكن هذا الكلام مع ماذا؟ مع الناقص واحد فقط لا غير إذن مباشرة فتصبح لنا قوة 2018 يوافق لنا واحد بترديد ثلاثة عشر نأتي الآن إلى الأربعون أربعون لما نقوم بقسمتها على ماذا؟ على ثلاثة عشر سوف نجد أكيد ثلاثة فاصل سفر سبعة هكذا فنقول أربعون ناقص نفتح قوس ثلاثة في ثلاثة عشر فتعطينا مباشرة أربعون ناقص تسعة وثلاثون التي هي كم واحد إذن قسمة أربعون على ثلاثة عشر تعطينا واحد ثم ندخل القوة هذه هنا تصبح لنا أربعون قوة ماذا؟ قوة ألفين وتسعمائة وثمانية وستون توافق لنا واحد قوة ألفين وتسعمائة وثمانية وستون بترديد ثلاثة عشر اسمعوا أبنائي الواحد إذا وضعنا له أي قوة في الرياضية يبقى واحد ليس مثل النقص واحد إذن مباشرة فتصبح لنا أربعون قوة ألفين وتسعمائة وثمانية وستون توافق لنا واحد بترديد ثلاثة عشر الآن تعالوا نعطي لكل واحد قيماتها تصبح لنا أقوة ألفين وثمانية وثمانية وستون يوافق لنا كم؟ هذا ها هو باقيه كم؟ إنه واحد ثم زائد هذا ها هو باقيه كم؟ إنه واحد بترديد ثلاثة عشر فتصبح لنا توافق لنا اثنان بترديد ثلاثة عشر كم هو الباقي؟ الباقي هو اثنان نقول ومنه الباقي هو كم؟ هو اثنان فقط أبني أرجو قد فهمتم هذا باقيه واحد وهذا باقيه واحد وبينهما زائد جمعناهم فوجدنا كم؟ اثنان بعدما أنا هنا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى جي قال عين قيم العدد الطبيعي أن حتى يكون العدد أ قوة اثنان آن زائد آن زائد ثلاثة قابل للقسم على ثلاثة عشر إذن نكتب هنا تعيين قيم آن حتى يكون من آن العدد لهو آ قوة اثنان آن زائد آن زائد ثلاثة قابلا للقسم على ثلاثة قلت ألا ثلاثة عشر الآن نقول أي هكذا اسمعوا جيدا أي آ وإثنان آ زائد آن زائد ثلاثة بما أنه قال قابلا فإنه يوافق لنا صفر بترديد ثلاثة عشر قلت دائما إذا قال يقبل القسمة أو قابلا للقسمة أو مضاعف عليكم أن تضعوا الموافقة كم توافق صفر حتى تفهموا جيدا الآن لدينا شيء لدينا آن يوافق لنا ناقص واحد بترديد ثلاثة عشر هذا الذي برهنناها سالفا وعندنا هنا قوة ماذا قوة إثنان آن قوة إثنان آن توافق لنا ناقص واحد ولا ننسى القوة قوة إثنان آن بترديد ثلاثة عشر لكن لا ننسى أنه إثنان آن هو عدد كيف هو عدد زوجي كيف عرفته كل عدد مضروف في إثنان فهو عدد زوجي آن فإن تصبح لنا لا تنسوا أنه ناقص واحد قوة إثنان آن بما أنه قوة زوجي فإنه يسوينا كم واحد فصبح لنا آن قوة إثنان آن كم يوافق لنا؟ يوافق لنا واحد بترديد ثلاثة عشر يا أبناء أرجوكم انتبهوا إذن أعيد حتى يفهم الجميع إذن عندنا هكذا آن يوافق ناقص واحد ببترديد ثلاثة عشر من ما سابق عندنا هنا إثنان آن نضع في القوة هنا إثنان آن وهنا إثنان آن لكن إثنان آن هو عدد زوجي إذن ناقص واحد قوة عدد زوجي يقينى كم واحد ثم الآن نأتي بهذه القيمة بما أنها موافقة ونضعها في هذا الموضع فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا واحد زائد آن زائد ثلاثة يوافق إذن هذه نأتي بها ونضعها في هذا الموضع يقرأ وماذا تصبح واحد زائد آن زائد ثلاثة يوافق لنا صفر بترديد ثلاثة عشر نريد الآن إيجاد قيم آن بعدها ماذا تصبح؟ عندكم هذا جمع هذا كم؟ تصبح لنا آن زائد أربعة يوافق لنا صفر بترديد ثلاثة عشر للتخلص من هذا الأربعة نضيف ناقص أربعة إلى كل طرف ناقص أربعة من هنا وناقص أربعة من هنا حتى يذهب هذا مع هذا نضيف ناقص أربعة من هنا وناقص أربعة من هنا فلا يحدث شيء تصبح لنا آن يوافق لنا كم؟ ناقص أربعة بترديد ثلاثة عشر لكن هذا لا يمكن أن نتركه كما هو لأنه عدد سالم نوضيف له الترديد يعني لما نوضيف له ثلاثة عشر فلا يحدث له شيء قلت الموافقة إذا أضفنا لها نفس الترديد فلا يحدث لها شيء تصبح لنا آن يوافق ثلاثة عشر زائد ناقص أربعة تصبح لنا كم؟ تصبح لنا تسعة بترديد ثلاثة عشر ها تعالوا الآن نقوم بتحويل هذه الموافقة إلى مساوات اسمعوا جيداً هذا ماذا يعني إذا جئنا إلى المساوات؟ دمانه لما نقسم آن على ماذا؟ على ثلاثة عشر كم يكون لنا الباقي؟ الباقي يكون لنا تسعة والناتج كم يكون؟ يكون لنا كا إذن فماذا يمكن أن نقول؟ نقول آن يساوينا أنظروا ثلاثة عشر كا زائد الباقي اللي هو تسعة مع كا عدد كيف هو؟ عدد طبيعي هذه عدد طبيعي أنا هي ينتمي إلى آن هذه هي قيم آن إذن نقول قيم آن هي ماذا؟ هي آن يساوينا ثلاثة عشر كا زائد ماذا؟ زائد تسعة فقط وفي الأخير أبناء وبنات الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية وبترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين الموجودة كل أسفل في الفيديو ليصلكم جديدان باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته